ما هو ظاهر وواضح هو أن معركة شرق حلب حسمت عمليا ما علينا فعله هو محاولة إنقاذ با يمكننا إنقاذه من الناس علينا إنقاذ المدنيين الذين لا يزالون عالقين ويتم إيواؤهم وحمايتهم للتضييق عليهم وبالنسبة للمقاتلين الذين لا يزالون داخل أحياء حلب الشرقية يجب أن يمنحوا الفرصة للخروج منها ويجب عليهم انتهاز تلك الفرصة إن منحت لهم وللمزيد من المتابعة حول اجتماع باريس ينضم إلينا من هناك مفادنا كمال علواني كمال السؤال هل تطرق المجتمعون إلى ما يمكن فعله أو ما الذي ينون فعله إن رفضت هذه المناشدات بفتح ممرات إنسانية وضرورة وقف القتال في حلب في الحقيقة ما فهمناه أن هذا الجانب هو حد أدنى في التعامل بين مختلف الشركاء الدوليين فيما يتعلق بمحاولة إنهاء المأساة السورية الجانب الإنساني الذي ذكرتموه المتعلق بإخراج المدنيين ليس هذا فحسب بل إعطاؤهم حرية الوجه التي ينون التوجه إليها وعدم اعتقالهم وعدم تعريضهم للاعتقالات والمتابعات كذلك إتاحة الفرصة للمقاتلين مقاتلية المعارضة كي يخرجوا نحو الوجه التي يريدونها وهذا هو الجانب الذي مطالب به النظام السوري وروسيا معه وهذا الذي تصطلع به هذه المحادثات التقنية التي انطلقت بالفعل اليوم في جناف بين وفدين أمريكي وروسي هناك نقاط أخرى ثلاث نقطتان أخرين تلك المتعلقة بأنه خيار الحرب الشاملة ليس هو الخيار المطلوب هناك المسلسل التفاوض الذي يجب عودة كل الأطراف إليه وهنا ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي من أن المعارضة السورية لن تضع شروطا أمام استئناف المفاوضات السياسية في جناف لاحقا هي دعوة إلى النظام السوري وروسيا كي يأخذ بعين الاعتبار أن الحل الحقيقي في سوريا هو الحل التفاوض السياسي هناك أيضا ما خرج من هذا الاجتماع يجب أن نقول هذه النقطة الجديدة المتعلقة بما سمي بإعادة إعمار سوريا وهنا دعوة الشركاء الإقليميين إلى الاضطلاع بهذه المهمة وهي مهمة كبيرة لاحقة عندما يتحقق هذا الحل السياسي الذي سينهي هذه الحرب لأن الخيار الحرب كما ذكر جون كيري لن يزيد إلا في تطرف الجهات المقاتلين الموجودين على الميدان أن يزدادوا تطرفا وأن الحرب لن تنتهي بانتهاء عملية استرجاع النظام لمدينة حلب كمال فيما يخص الاجتماع القائم الآن في جنيف ماذا بعد اجتماع باريس ماذا يتوقع الاجتماع بين الروس والأمريكيين يعول الكثير على هذا الاجتماع لأنه اجتماع بين وفدي خبراء وتقنيين المهمة الموكلة إلى هذا الاجتماع هي الجانب الإنساني بالدرجة الأولى كما ذكرت لك المتعلق بإتاحة الفرصة للمدنيين السوريين شرق حلب الخروج إلى الوجهة التي يريدونها وأيضا إتاحة الفرصة للمقاتلين كي يخرجوا من حلب الشرقية ولكي كما ذكر ديمستورا يوم أمس المبعوث الأممي لن يتحقق هذا السيناريو الخطير وهو إزاحة حلب من الخارطة وإنهاءها كمدينة هو جانب إنساني تطلع به هذه المفاوضات والجانب الأمريكي طالب الروس وطالب السوريين أنه في هذا الموقع موقع الاقتدار الميداني يجب أن يتيح الجانب الروسي والسوري هامشا إنسانيا يليلان فيها الموقف تجاه ما يجب فعله تجاه المدنيين والمقاتلين لإنهاء المأساة السورية شكرا جزيلا كمال علواني مفدنا إلى باريس كنت معنا من هناك